بحث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح مع السفير الروسي لدى بلادنا فلاديمير ديدوشكين المستقدات والعلاقات الثرائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها وفي اللقاء شهد نائب الرئيس بدور روسيا دعمها للحكومة الشرعية واجهود المبعوث الأممي لإحلال السلام في اليمن وفق البريعيات الثلاثة المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية والأتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 22-16 وشهد بالعلاقات التاريخية مع روسيا الاتحادية مطالبة روسيا والدول الدائمة العطوية ومجلس الأمن بالضغط على الحوثيين لتنفيذ قرار مجلس الأمن 22-16 وبما يكفر استعادة الدولة اليمنية الغائمة على النظام والقانون دولة الحقوق والحريات والعدالة والمساواة وعبر عن الشكر والتقدير للدور الأخوي الذي تولته دول تحالف دعم الشرعية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في غاثة ودعم أبناء الشعب اليمني وأشار نائب رئيس الجمهورية للأوضاع الماساوية التي يعيشها اليمن بسبب تداعيات انقلاب الحوثيين على السلطة وتمردهم على توافقات أبناء الشعب اليمني وعلى مرقعيات بناء الدولة وإرساء الأمن والاستغرار والسلام وأكد نائب الرئيس بأن الشرعية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية عبد الربو منصور هادي حريصة على تحقيق السلام الذي يضمن استعدة الدولة وإنهاء معاناة الشعب وهذا ما ظهر جليا من خلال وصول وفد بلادنا إلى مشاورات جنيف في الموعد المحدد فيما غاب الحوثيون عن الحضور وهو ما يؤكد استمرارهم في خيار العنف ضد أبناء الشعب اليمني كما أكد نائب الرئيس الجمهورية بأن الحرب فرضها ميليشيا الحوثي بانقلابها وأن هذه الحرب ليست الخيار الأول لشرعية بل الخيار الأول هو خيار السلام وإنهاء الانقلاب والسعادة الدولة بما من شأنه إنهاء معاناة اليمنيين وبناء اليمن لاتحادي المنشود وشدد على أهمية الدور الذي يمكن للمجتمع الدولي أن يلعبه لأجل تنفيذ القرارات الدولية بما يحقق اليمنيين حلمهم في بناء الدولة الاتحادية من ستة أقاليم ومن جانبه جدد السفير الروسي التأكيد على موقف بلاده الدعم لليمن وحرص روسيا على العمل لإحلال السلام وإنهاء الحرب في اليمن بناء على المرجعيات الثلاث